الرسائل الناعمة تعكس كافة تفاصيل الحياة اليومية ببساطتها وتعدد طيف ألوانها ترسمها الصورة بإيقاعاتها المتتالية لتشكل حدثاً إنسانياً عنوانه السلام والأمان للبشرية وهو ما عكسه مهرجان الباطن السينمائي في نسخته الثانية قاصاً شريط افتتاحه بعروض أفلامه وورشه المتعددة الجديد في هذا المهرجان هو إقامة ملتقى صناعة الأفلام السينمائية الذي سوف يضم مجموعة من الأوراق السينمائية أبرزها تكسير الثقافة السينمائية للاقتصاد وثاني ورقة راح تكون تجربة المملكة العربية السعودية في الصناعة السينمائية تجربة العلا خلال هذا المهرجان نؤكد أن رسالة السينما أو رسالة إلى العالم أن السينما لا تحتاج إلى ترقمة لفهمها أو لترقمة أدواتها مثل هذه الأحداث هي فرصة مثالية للتعارف وتجمع بين صناعة الأفلام في أنحاء المنطقة العربية إقامة في هذه القلعة ما هي إلا تذكير للشباب بأمجاد وثقافة وتاريخ كل بلد الأفلام ما هي إلا وسيلة من عدة وسائل لإيصال الرسائل إلى المتلقي نشر وتعميق الثقافة السينمائية في سلطنة عمان والتعريف بزوايا التراث العماني جسدتها قلعة نخل وهي تحتظن الأفلام السينمائية بمشاركة 16 دولة من مختلف دول العالم تعرض 42 فيلما موزعا بين الوثائقي والروائي وأفلام المؤسسات الخاصة أنا مبتدي في صناعة الأفلام وكذا أطمح يكون مخرج طبعا شاركت في أفلام كثيرة في الإضاءة في الصوت وأشياء ثانية في الإنتاج وغيرها الاستفادة تكون باحتكاك مع المخرجين والناس الخبرة يعني وأكون في أقواء المهرقان السينما هي رسالة سلام للوطن بشكل عام نحنا كمخرجين يمنيين نحاول نوصل لرسالة أنه نحن شعب مسالم وسلطة العموانة بشكل عام تهتم بالجانب السينما والجانب الثقافة إيصال الحقائق والواقع بصورة تلامس مشاعر الإنسانية الحقيقية الهدف الأساس لصناعة وإنتاج السينما وهو ما سيلمسه المتابع متنقلا في مواقع العروض بين ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة إضافة إلى سعي الجمعية العمانية للسينما في تنظيم ورش الصناعة السينمائية يقدمها مختصون من الدول العربية والعالمية الرائدة في مجال صناعة السينما مهرجان الباطنة السينمائي في نسخته الثانية بمشاركته والعروض المقدمة من مختلف الدول سيسهم في التعريف بمعالم سلطنة عمان الأثرية والطبيعية عبدالله بن عامر الويهي ولاية نخل محافظة جنوب الباطنة ترجمة نانسي قنقر